الأردن يحرص القائمون عليها على اختيار المواقع الأثرية والسياحية ذات الطابع الخاصة في المملكة لتكون هي المكان الأنسب لإقامة مشاريعهم من سحر الطبيعة وجمالها ومن شموخ جبال رم وتلالها أجواء غاية في الروعة والصفاء جعلت من فكرة السياحة التأملية في وادي رم المكان الأنسب لإقامة هذه الفعالية بهدف استقطاب الباحثين عن الراحة والتأمل والروحانية جو وادي رم عم بيضيف كتير نواحي إيجابية لموضوع التأمل يعني عم بيعطيها صورة متكاملة المنطقة هادية هدوء المنطقة جمالها اكتمال القمر طبعا الإضاءة والطاقة الإيجابية اللي بتعكس على المنطقة كتير بتساعد أنه الشخص يفرغ كل الطاقة السلبية اللي بجسمه بتساعده على التركيز بتوصله لحالة من الصفاء الذهني ومن التوازن مع النفس يعني حتى إدراكه للأمور بيصير أفضل يعني لما الواحد بيعود وبيركز وبيطلع كل الطاقة السلبية من داخله برجع حتى تحليله للأمور أفضل تفكيره بالأمور أفضل تعتمد هذه السياحة على التأمل والتفكير وهي مأخوذة من رياضة اليوغا من خلال القيام بحركات رياضية وسط أجواء المتعة والإثارة حيث يشعر السائح بصفاء النفس والراحة الجسدية والفكرية مع الاستمتاع بكافة المواقع الأثرية فقد تم استقطاب العديد من المتخصصين العالميين لتشجيع هذه السياحة كون الأردن من أهم مناطق العالم للتأمل والتفكير جاءتني الفكرة بالتأمل وبدأت بسؤال الناس إذا كانوا مهتمين وبخاصة في وادي رم كما ترى فهو محيط رائع الجمال وملئ بالهدوء يمكنك التأمل في أي مكان لكن المحيط المناسب سيساعدك أكثر لتحصل على توازن بين الجسد والعقل معا هذه المرة الأولى إلي أنا اللي بعمل فيها ميديتيشن كانت تجربة كتير حلوة شعرت كتير بالراحة وخصوصا أنه إحنا كمان في وادي رم طبيعة خلابة وبتتوفر فيها الهدوء والسكينة بنصح الكل أنه يجربها لأنها تشعر الواحد براحة نفسية داخلية وباعتبار أن الأردن يزخر بالمواقع الأثرية التاريخية العريقة جاء طرح فكرة هذا المنتج السياحي الجديد فرصة لجلب أنظار المهتمين بهذا النوع من النشاط الإنساني على مستوى العالم من وادي رم محمود محارمة التلفزيون الأردني في ختام النشرة نذكر بالعنو جلالة الملك يلتقي غدا مختلف الفعاليات الوطنية في إطار تواصل جلالته مع ابناء الوطن من مختلف محارمة